سورة القدر تجتمل على أكثر من 12 تعظيم لله لرسوله للكرآن للأمة للملائكة لمن اصطفاهم الله لقيام هذه الليلة يعني هذه السورة التي نقرأها ونستمع إليها كثيرا فيها أكثر من 12 تعظيم لله للكتاب للنبي للملائكة لمن اصطفاهم الله لقيام هذه الليلة عندنا في علم تفسير القرآن أو علم علوم القرآن عندنا مناسبة السورة لما قبلها مبدأ أصيل اسمه مناسبة السورة لما قبلها سورة القدر مسبوقة بسورة العلق وسورة العلق كما نعلم هي أول سورة تنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي أولها حديث عن مكانة العلم وفضل العلم وحديث عن وسيلة من وسائل العلم وهي اقرأ باسم ربك الذي قال في نهاية السورة يقول المولى سبحانه وتعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب وأول القادر إن أنزلناه في ليلة القادر طب ما هو مناسبة هذا الكلام لهذا الكلام يعني ما مناسبة سورة القادر لسورة العلق سورة القادر يقول الله فيها إن أنزلناه في ليلة القادر وسورة العلق كلا لا تطعه واسجد واقترب فإذا سجدت تعلقت وإذا تعلقت تشوقت وإذا تشوقت اقتربت ووصلت إلى إدراك وبلوغ ليلة عظيمة قال الله فيها إن أنزلناه في ليلة القادر يبا مناسبة السورة علم مناسبة السورة لما قبلها سورة القادر يتحدث المولى سبحانه وتعالى في بدايتها عن الزمان والله تحدث عن الزمان في أكثر من آية في القرآن وجسد لنا حديثا موسوعيا يؤكد دقة التحقيق القرآني لعوامل الزمن وقيمة الزمن في حياة الإنسان اشتركوا في القناة